يا صباح الفل النهاردة 8-4-2019 والجو جميل ومنعش واول مرة الدنيا بتمطر في قسيط في شهر ابريل ودي حاجة غريبة جدا يعني بصراحة وده بيخلينا نفتح سلسلة جديدة من الحوار في الطب النفسي وحنبدأ بسؤال بسيط كده ايه هو الفرق بين الانسان والحيوان يعني من وجهة النظر العلمية والفلسفية والمنطقية واكيد طبعا من وجهة نظر الطب النفسي ايه الفرق ما بين الانسان والحيوان قبل ما نجاوب على السؤال ده من وجهة نظر الطب النفسي هنحاول نستعرض بعض الاراء الفلسفية والعلمية اللي جاوبت على السؤال ده بما فيها الاراء المحفوظة والتقليدية مثلا اول رأي بيقول اللي بيفرق الانسان عن الحيوان ان الانسان عنده ديل طبعا الاجابة دي غلط لاسباب كتيرة جدا اولها واهمها ان في حيوانات كتيرة جدا عندها ديل زي الانسان يعني اذكر منها القطة القطة عندها ديل والفار الفار عنده ديل وجايز يكون في حيوانات تانية عندها ديل فقصة ان الانسان عنده ديل لا مش هو ده اللي بيميزه عن بقية الحيوانات طيب فيه اجابة تانية بتقول اللي بيفرق الانسان عن الحيوان او عن مملكة الحيوان هو ان الانسان بيطير برضو الاجابة دي غلط ما بين الانسان والحيوان فلو حضرتكم تعرفوا حيوانات تانية بتطير زي الانسان ياريت تكتبونا في التعليقات في ناس حاولت تلغي الفرق تماما ما بين الانسان والحيوان وبالذات علماء التطور وخلونا الانسان خلونا الانسان زي الحيوان وكان في واحد من اكبر علماء التطور وهو ريتشارد دوركنز كان بشرح زرافة فعجبته جدا فكرة ان الزرافة عندها زي بتاع الانسان ده عصب بينزل من الرقبة وبيلف حوالين شريان معين وبيطلع تاني بس في الزرافة طبعا بيمشي مسافات بالامطار فا اعتبر كده ان الانسان والزرافة كأنات متقربة او متشابهة او ليها اصل واحد في اجابة تلتة او في بعض الناس يعتبر بلفتق علي ان الانسان حيوان ناطق فهم كده جمعوا ما بين الحيوانية اللي في الانسان وما بين النطق وعلى اساس ان النطق ده هو اللي بيميز ما بين الانسان والحيوان وبرضو الاجابة دي للأسف شديد اجابة خطئة ليه؟ لانك كونك بتفهم لغة زميلك ده مش معناها انك افضل من بقية الحيوانات يعني ده مش بيخليك انسان ثانيا انت في لغات كتيرة جدا انت ما تعرفاش يعني احنا كمصريين ما بنعرفش صيني والصينيين ما بيعرفوش يتكلموا مصري ولا صعيدي زينا واحنا اللي اتنين مش بنفهم لغة مثلا القطط او الحمير فهل لو اتنين حمير يتكلموا مع بعض يشعروا ان هما افضل من البني ادمين لان هما بيتكلموا لغة البني ادمين مش فاهمينها طبعا لا ففكرة ان الانسان حيوان ناطق الاجابة دي خطئة ومحدش يقولها تاني فيه اجابة بتحاول انها يعني تبين ان صاحبها عقل ليه عقل واعي بتقول ان اللي بيميز الانسان عن الحيوان هو الزكاء بص حضرتك مبدئيا كده انت بذات ما ينفعش تقولي الاجابة دي يعني مبدئيا ما ينفعش حضرتك تقولي الاجابة دي تاني حاجة وهي نظرة عمومية مجردة وهي انك ما ينفعش جنس البشر او جنس الانسانية يشهد لنفسه يعني احنا شوية ناس يتجتمعوا مع بعض يقولك احنا اللي بيفرقنا عن الحمار ان احنا اسكى من الحمار لا ما ينفعش يعني دي شهادة مجروحة وإلا حنلاقي الحمير اجتمعت مع بعضيها وقالت ان احنا اسكى من البشر تالت حاجة وهي ان فيك انات زكية عايشة معانا يعني كتير قوي من العلماء والمفكرين وعلماء التطور بيقولوا ان الدرفيل كائن زكي السمكة الدرفيل كائن زكي والبولت والبولت برضو كائن زكي وفيه ناس كتير جدا بتشهد الله يمسيها بتخيره الكالبالاسي الكالبالاسي كانت كائن زكي فزي ما حضراتكم شايفين ان السؤال ده سؤال صعب ايه اللي بيميز الانسان عن الحيوان محتاجين اجابة عميقة عن كده ومحتاجين اجابة يعني علمية سليمة تابعونا يمكن نحاول نعرف نرد على السؤال ده من وجهة نظر الطب النفسي بما ان بقية التخصصات فشلت في انها ترد على السؤال ده سلام